الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا لله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا وحبيبنا وأستاذنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وواصل حديثنا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لاقاه من قومه في مكة المكرمة من عناد بل وتنكير وتعذيب لصحابته رضي الله تعالى عنهم بل إنهم تطلعوا إلى إذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في شخصه وفي نفسه كما سيأتي بعد إن شاء الله عز وجل وقد قلنا فيما مضى بأن كبراء قريش ذهبوا في وفادة أولى إلى أبي طالب وكأنهم بذلك يصانعونه ويحثونه على أن يكفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يدعو إليه فلما ينفع ذلك وفصلنا في هذا القول فكان أن ذهبوا في الوفادة الثانية إلى أبي طالب مرة أخرى ولكن الوجه الذي أتوا به في هذه المرة الثانية غير الوجه الذي جاءوا به إليه في المرة الأولى ذلك بأنهم جاءوا الآن وهم يتوعدون أبا طالب ورسول الله صلى الله عليه وسلم فكان كلامهم خشنا وقولهم فيه من العنف ما فيه وكأنهم بذلك قد عزموا على أمر وأجمعوا أمرهم فيه وعليه فقالوا لأبي طالب بأننا كنا قد استنهيناك ابن أخيك فلم تنهاه فإما أن تتركنا لكي نتذبر أمرنا معه وأن تفسح لنا الطريق للوصول إليه وإما فإننا سنعلل حرب عليك وعليه وهم بذلك قد أجمعوا أمرهم على أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ثمن وبكل وسيلة وهذا أمر ولا شك فيه من الشدة والخطورة ما فيه فأحس أبو طالب بما أحس به فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي حين حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبراء قريش وأعيانهم في بيت عمه أبي طالب فقال يا ابن أخي قد سمعت وسمعت من قومك ما قالوه فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني ما لا أطيق لأنه كان قد بلغ من الكبر عتية فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن عمه قد خذ له أو أنه أعطى يده فيه فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بكلمته الشهيرة المدوية هو يتكلم بعزم أكيد وإصرار واضح فقال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه فاستعبر النبي صلى الله عليه وسلم وبكى فهذا القول هو الذي هزى قلوب القرشيين وأفئدتهم لأنهم ما جاءوا إلا للتهديد والوعيد فبادلهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحد وإصرار لا يقل قوة ورباطة جأش عما جاءوا من أجله إلى أبي طالب والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني وأي شيء أعز من الشمس والقمر في يساري كأنهم أردوا أن يملكوه أمر الدنيا والآخرة حتى إننا نجد في بعض كتب السيرة أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تكون أكثرنا مالا جمعنا لك ما لم نجمعه للأولين ولا للآخرين وإذا أردت أن نزوجك زوجناك من أجمل نساء مكة وإذا أردت الملك سودناك علينا يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور الدنيا ومتاعها ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أمرا غير هذا وللآخرة خير وأبقى لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن أقوالهم فقال هذا الحديث الشريف والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر إنه أمر من عند الله سبحانه وتعالى وليس أمرا يأتي به ما يظنه القرشيون من سحر أو كهانة أو ما إلى ذلك مما كان الشيطان يوسوس به لهم إذلك فإنهم حين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التأكيد سقط في أيديهم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بكى واستعبر أي أنه أذرف دمعا صلى الله عليه وسلم لأنه اعتقد بأن أبا طال قد لان رأيه وقلبه بعدما لان جلده أي بعدما أهن عظمه من طول السنين وطول الأحداث وثقلها فكأنه ظن صلى الله عليه وسلم أن عمه قد خذله ولكن عمه كان لا يقصد الخذلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصانع قومه قريش ولا يمانع في أن يستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى ربه فحين بكى النبي صلى الله عليه وسلم وَلَّا مُدْبِرًا فَنَدَهُ عَمُّهُ فَقَالَ يَبْنَ أَخِي امضي لما أمرت به وَإِنِّي لَمَانِعُكَ أَبَدًا فهذا الكلام تشجيع وتأكيد من أبي طالب على مساندته رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كما قال في بيتين شعريين فاصدع والله لن يصدوا إليك بجمعهم حتى أوسد في الطراب دفينة واصدع بأمرك ما عليك غضادة وابشر وقر بذاك منك عيونه فإذا كان هذان البيتان بلغين جدا بعدما كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ فإنه يحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على المضي في دعوته لأنه يعرف بأن ما أتاه أو أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم حق فلا يمكن الحيلولة دونه ولا الوقوف ضده مهما كان سعاية قريش وعزمها لذلك فاصدع بأمرك ما عليك غضادة ما عليك ملام لن يصلوا إليك كما قال في البيت قبله والله لن يصلوا إليك بجمعهم أي هؤلاء الذين جاءوا وهم كانوا أكثر من خمسة وأربعين رجلا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى عمه أبي طالب بالوعيد وبالتهديد ولكن لن يصلوا إليك حتى أوسد في التراب دفينة بمعنى أنه سيواصل دعمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى آخر رمق وامضي محمد صلى الله عليه وسلم لما أمرت به فسقط في أيدي قريش إذلك فإنهم يرون إسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدعوة كما يرون إسرار أبي طالب على مناصرته والحيلولة دونهم ودونه صلى الله عليه وسلم إذلك حين عادوا وقد أجمعوا على ما أجمعوا من الإسرار على إذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقوف ضده كل ذلك من أجل إسكاية دعوة الحق وإخمادي أو إطفاء نور الإيمان الذي شع في أرجاء مكة والعالم أجمع نقول العالم لأن الله سبحانه وتعالى يهيئ بهذه الرسالة النبوية الشارفة لكي تستمر ولكي تكون رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وتكون هذه اللحظة فاصلة بذلك بين مرحلتين مرحلة المصانعة أو مرحلة المجاملة بل إنهم كانوا قبل ذلك قد قالوا ما قالوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قالوا له كما جاء في كثير من كتب السيرة قالوا له يوما وهو يطوف صلى الله عليه وسلم بالكعبة الشريفة حين اعترضه أميت بن أخلف وعقبة بن أبي معايد وغيرهم من كبار قريش فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم نعبد إلهك عاما وتعبد إلهنا أو آلهتنا عاما أو جاء في بعض المصادر الأخرى أذكر آلهتنا بخير نذكر إلهك بخير ولكن الله سبحانه وتعالى ما كان ليرضى بهذا القول فأوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم سورة الإخلاص وهي سورة قل يا أيها الكافرون فالسورة قل هو الله أحد تسمى أيضا سورة الإخلاص وصورة قل يا أيها الكافرون أيضا من أسمائها الإخلاص قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحى إله ربه سبحانه وتعالى بأمر جازم لازم لا يقبل النقاش ولا المساومة ولا التنازل فالتبقى قريش على دينها وابق أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم على دينك وادع إلى أمر ربك ولا تستكن إلى هؤلاء ودوا لو تدهن فيدهنون ودوا لو أن محمد صلى الله عليه وسلم سيتنازل قليلا أو يركن إليهم شيئا قليلا ولكن الله سبحانه وتعالى لا يريد ذلك كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز سيكون لهذا الحديث حديث آخر بإن الله سبحانه وتعالى سنتوقف عنده إن شاء الله عز وجل في الحصة المقبلة بإن الله إلى ذلك الحين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته